أيها الأحرى العربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة هل تعرفون من أنا مواطن يسكن في دولة اسمها قمعستان وهذه الدولة ليست نقطة مصرية أو صورة منقولة عن كتب البديع والبيان فأرض قمعستان جاء ذكرها في معجم البلدان وإن من أهم صادراتها حقائب جلدية مصنوعة من جسد الإنسان الله 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 يا زمان يا حضرات أهلا بكم في دولة قمعستان هل تطلبون الآن معلومات عن دولة قمعستان خلينا نشوف أول بيان أول خبر عندنا من دولة قمعستان الخبر بيقول يا حضرات الخبر قدامكم قانون البيانات الشخصية قانون البيانات الشخصية قمع أمني بعنوان الاستثمار ده الخبر يا حضرات خبر قدام حضراتكم ومتن الخبر يركز القانون على حماية البيانات الشخصية المعالجة المعالجة الكترونية أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها حيث يحدد حق الأشخاص في حماية بياناتهم ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة ومن دون موافقة أصحابها لكن النصوص الإيجابية في قانون لا تلبس أن تتحول إلى خيالات مجرد باستضامها بمادة تأسيسية تنصع صراحة على أنه لا يسري القانون على البيانات الشخصية لدى الجهات الأمن القومي وما تقدره لاعتبارات أخرى يعني كل جهة أمنية من حقها تتبادل في بياناتك الشخصية ويعني هذا الأمر تسهيل حصول تلك الجهات التي لم يحددها المشروع على أي بيانات شخصية ترغب في الحصول عليها وإذالة القيود السرية عنها في أي مرحلة ومعالجتها والتعامل معها مباشرة وفق ما تقدره هي من اعتبارات أخرى يتخزي المشروع عن مجرد تحديدها ويحدد الحقيقة القانون جهات الأمن القومي بأنها كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية يعني كل الأجهزة الأمن بينما يمنح القانون جهات الأمن القومي ذاتها سلطة أن يأمر المركز المختص بضمان حماية البيانات بأن يختر المتحكم أو المعالج بتعديل أو محوى أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال فترة زمنية محددة وفقا لاعتبارات الأمن القومي يعني ببساطة شديدة جدا الحقيقة ببساطة شديدة جدا بيانات حضرتك أصبحت ملك عبد الفتاح السيسي نفتكر كده السيسي لما قال عقل الدولة بنعيد سياغة الدولة المصرية وبنعمل ما يكانها كاملة وبنعمل قواعد بيانات شغالين فيها بقالنا ثلاث سنين ونص في مصر عشان لما نروح هناك تبقى الحكومة الزكية شغالة بتكلم بعضها بتفكر مع نفسها بتعمل إجراءاتها بشكل يقلل كتير من العمل البشري ومن الوقت ومن الأخطاء الكلام ده احنا بنقوله لأنه أنا متصور ان احنا بنجاحنا ان شاء الله في تنفيذ ده والانتقال للعاصمة بالشكل ده بأن يبقى فيه سيرفرات عملاقة شغالة عقل عقل الدولة المصرية عقل الدولة المصرية اللي احنا بنعمله دلوقتي على أحدث تكنولوزيا وصلت لها الإنسانية وانا كنت قلت مرة كده في المؤتمر الشباب اللي فتقلت عقل مصر تحت الأرض خمسة شر متر مش كده عرفت بقى دلوقتي بياناتك السرية كلها كما قال الخبر ده أصبحت كلها لدى الأجهزة الأمنية وهي المتحكم فيها ده الخبر هو اللي هو قانون البيانات الشخصية هل تطلبون نبزة صغيرة عن أرض قمعستان تلك التي تمتد من شمال إفريقيا إلى بلاد نفتستان تلك التي تمتد من شواطئ القهر إلى شواطئ القتل إلى شواطئ السحل إلى شواطئ الأحزان وسيفها بين مدخل الشريان والشريان ملوكها يقرفصون فوق أعناق أو فوق رقبة الشعوب بالوراثة ويفقؤون ويفقؤون أعين الأطفال بالوراثة ويكرهون الورق الأبيض والمداد والأقلام بالوراثة وأول البنود في دستورها يقضي بأن تلغى غريدة الكلام في الإنسان الله الله يا زمان يا حضرات ده الخبر الأول اللي معانا حضرتك واللي بيجسد دولة قمعستان بياناتك كلها الخيبة التقيلة عبدالفتاح اللي فشل في كل الملفات أهم شيء عنده ملفات الإنسان داخل البلد ده أول خبر معانا ومن الخيبة دي إلى خيبة حجد الليبيين لحرب الليبيين عبدالفتاح السيسي في الخبر التاني الحقيقة قعد مع مجموعة من المشايخ الليبيين قعد معاهم يفتي ويلت ويعجن اسمع كده لم تتاح لهم الفرصة أنا متأكد أن هم برضو متوافقين معانا في هذا الكلام أنا بس عايز أكد لكم تاني مرة تانية على صلابة موقفنا واستعدادنا الكامل إن تنتصروا بنا فسروا سركم لم تتاح لهم الفرصة أنا متأكد أن هم برضو متوافقين معانا في هذا الكلام أنا بس عايز أكد لكم تاني مرة تانية على صلابة موقفنا واستعدادنا الكامل إن إحنا يعني يعني إن تنتصروا بنا فسروا سركم إن تنتصروا بنا فسروا سركم يعني الآية الكريمة اتحولت وتبدلت وتبهدلت عشان يقول إن تنتصروا بنا فسروا سركم ده عبد الفتاح السيسي ودي كانت الحقيقة شارة انطلاق لإعلامين عبد الفتاح السيسي عشان ينطلقوا ويحشدوا الجنود والشعب في حرب زي ما انت شايف الميكس ده كده ابعد مما تتخيل القيادة في إدارة كل ملفات الأمن القومي بشكل واضح بتكلم بتكلم بشكل واضح السقة كل السقة اوعى في لحظة حد يخلي لا 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 مش احنا اقول للشعب المصري كله اقول علينا الان فقط ان نصطف خلف القيادة السياسية ان يكون هناك استفاف وطني حقيقي خلف القيادة السياسية قضيانا وثقتنا ووقفنا خلف ادارة كفء قادرة على القيادة المتعقلة السليمة بتطمننا واتملى نفسنا راسك مرفوعة والاهم الايام دي تشوفها وانت متطمن انه بلدك كبيرة وبيحكمها رجل حكيم وشجاع يحارب شرف في زمن عز فيه الشرف احنا لازم نفهم قوي ان هناك الان حشود بيتم عملها اذا جزء من انك تحسم امر وربما يكون بقى في ايدك بداية تحديد نهاياته الحقيقة لا صوت يعلو على صوت او فوق صوت المعركة رجعنا تاني للشعرات الجوفاء دي لدرجة ان عمر قديب قال ما اعتقدش المصريين يتكلموا عن الخراب زي اليومين دول اسمع كده عمر قديب او شو بيقولي اهو ما اعتقدش المصريين يتكلموا عن الحرب منذ عشرات السنين زي اليومين دول لكن عمر قديب ما قالش الحقيقة اللي قالوا عمنا كبير نزار قباني لا حربنا حرب ولا سلامنا سلام جميع ما يمر في حياتنا ليس سوى افلام زواجنا مرتجل وحبنا مرتجل كما يكون الحب في بداية الافلام وموتنا مقرر كما يكون الموت في نهاية الافلام لم ننتصر يوم على زبابة لكنها تجارة الاوهام فخالد وطارق وحمزة وعقب بن نافع والزير والقعقاع والصمصام مكدسون كلهم في علب الافلام هزيمة وراء هزيمة وراء هزيمة كيف لنا أن نربح الحرب إذا كان الذين مسلوا وصوروا وأخرجوا تعلموا القتال في وزارة الاعلام يا حضرات من خيبة إلى الخيبة اللي بعدها والهزيمة اللي بعدها خبره من تونس الخيبة المراضي النهضة تتهمها بتنفيذ مقطة انقلابي دي عبير موسى عبير أحمد موسى لا يطلق على هذه الجموسة إلا أنها عبير أحمد موسى ودي الحقيقة تغمى ما بعدها تغمى تحتل منصة البرلمان التونسي ده اللي قالوا وده الحقيقة استكمال لمسلسل الانقلاب اللي عمال يفشل في تونس نشوف الفيديو ده كده استولت على المنصة مشى الرئيس ونائبي بشي يبدأوا الجلسة شوفوا كيفش هذا الشعب تونس يتفرج خلقه بش بشي يبدأوا استكمال التطاف نحن مستورية باقبورة باقبورة تونس باقبورة الشعب نحن محفل مستورية بحفظة الحروف مستوري نحن تنبيه أولا تنبيه الثاني لها بي القدر أن تنبطوا عددوا بالموضى وأن تحتاج من قانون تنبيه الثاني لها بي القدر أن تنتهي على تعطيلها نحن مرفق الحام عبير موسى كلبة زين العابدين بن علي عبير موسى فلول زين العابدين بن علي عبير موسى اللي رضع زفارة ونجاسة إمارة أبو ظبي طلع تحتل البرلمان بالشكل ده في محاولة لانقلاب بشكل آخر والحقيقة عبير موسى جالها رسائل دعم كتير جدا بس من مصر مش من تونس خبره عبير موسى رسائل دعم لعبير موسى من المصريين امرأة غيرت تاريخ تونس ده اليوم السابع طبعا لدرجة ان الفنانة اللي مش قديرة الهام شهين اللي كان مكانها ملفة في الأداب خرجت تقول هذه أعظم برلمانية في تاريخ العالم العربي دي الأستاذة الهام شهين التي لم تكن قديرة إلا في الضعارة يا حضرات عبير موسى نموذج حي جدا لانها محاولة انقلابية عبير موسى بصراحة نموذج لزين العبدين بن علي وده اللي بفكرنا بيه الكاتب برضو الكبير أو الشاعر الكبير نزار قباني لما قال لا يبحث الحاكم في بلادنا عن مبدع وإنما يبحث عن أجير لا يبحث الحاكم في بلادنا عن مبدع وإنما يبحث عن أجير يعطي طويل العمر للصحافة المرتزقة المظارف المغلقة وبعدها ينفجر النباح والشتائم المنسقة يستعملون الكاتب الكبير في أغراضهم كربطة الحزاء وعندما يستنزفون حبله وفكره يرمونه في الريح كالأشلاء هذا له زاوية يومية وهذا له عمود الفارق الوحيد طريقة الركوع والسجود على الذين يريد أو على الذي يريد أن يفوز في رئاسة التحرير عليه أن يبوز في الصباح والمساء رجبة الأمير عليه أن يمشي على أربعة كي يركب الأمير لا يبحث الحاكم في بلادنا عن مبدع وإنما يبحث عن عبير موسى يا حضرات من الخيبات في حرب ليبيا أو الحرب المزعومة في ليبيا إلى الإنقلاب أو محارفة الإنقلاب في تونس إلى القاعدة البيانات في مصر نصل إلى أنه جوجل حزف كلمة أو اسم فلسطين من على الخرائط جوجل حزف في زحمة الفسيفساء العربية والخناقات العربية العربية الداخلية الخارجية حزف اسم فلسطين ولم يشعر أحد اتحزف اسم فلسطين من على خرائط جوجل لم يشعر أحد لدرجة أن الفنانة كند علوش سابها بقى من عبير موسى وثابت كل القصة دي وكتبت قال اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة تيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل عذراً يا سيدة كندة ما عدش فيه عدو واحد بعد فيه عشر أعداء إيش علماني بيعاد الإسلامي وإسلامي بيعاد العلماني وإسلامي بيعاد الإسلامي وليبي بيعاد الليبي وتنسي بيعاند التنسي كل دا اللي بيجمعهم كلها أنها عدوات عربية عربية أما الاحتلال الصيوني فبقاش عدو دا بقى قاعد ومبسوط كل يوم ياخد مننا أرض وتنازلات ويتفرج علينا وإحنا بنتخانق وسيبين القدس والأرض والعرض في فلسطين ينعم بها حرامي صهيوني يا حضرات يا حضرات ليس هذا وطني كبير لا ليس هذا وطني كبير دا مش الوطن العربي الكبير ليس هذا الوطن المربع الخانات كالشطرنج والقابع مثل نملة في أسفل القريطة هو الذي قال لنا مدرس التاريخ في شبابنا بأنه موطننا الكبير لا ليس هذا الوطن المصنوع من عشرين كانتون ومن عشرين دكان ومن عشرين صراف وحلاق وشرطيا وطبال وراقصة يسمى وطن الكبير ليس هذا الوطن وطن الكبير يا وطني أيها الضائع في الزمان والمكان والباحث في منازل العربان عن سقف وعن سرير لقد كبرنا واكتشفنا لعبة التزوير فالوطن الذي من أجله مات صلاح الدين يأكله الجاع الجوع في سهوله كعلبة السردين والوطن الذي من أجله قد غنت خيول أو الخيول في حطين يبلعه الإنسان في سهولة كقرس أسبرين ليس هذا وطن الكبير ترجمة نانسي قنقر